شاه إسماعيل الصفوي توفي سنة تسعمية وثلاثين للهجرة علي بن عبد العالي الكركي توفي سنة تسعمية واربعين للهجرة قتل مسموما في النجف في عيد الغدير نعمة الله الحل الذي كان من تلامذة الكركي وكان صدرا أعظم بمثابة رئيس الوزراء في الدولة الصفوية عند الشه طهماسة وبعد الخلاف الذي حدث فيما بينه وبين الكركي طرد إلى العراق والتحق بإبراهيم القطيف في الحل بعد مقتل الكركي بعشرة أيام توفي نعمة الله الحل يبدو أنهم سمموه أيضاً مباشرةً هذه الحكاية حكاية الخلاصي من عبد الأعلى السبزواري والخلاصي من محمد تقي الخوئي والخلاصي من علي الغروي والخلاصي من مرتضى البروجردي والخلاصي من محمد الصدر حيث قتل هو وأولاده الحكاية هي الحكاية قتلوا الكركي مسموماً لا ندري من قتله وكذلك هؤلاء لا ندري من قتله محمد الصدر المعروف أن البعثيين قتلوا لكن الباقين لا ندري من قتله الكركي لا ندري من قتله الاتهامات متوزعة نعمة الله الحل لا ندري السبب في وفاته مباشرة بعد مقتل الكركي بعشرة أيام توفي نعمة الله الحل وكان شخصية مؤثرة جداً في الواقع الديني كان من علماء الدين وفي الواقع السياسي كان سياسياً من الطراز الأول ولذا صار رئيساً للوزراء عراقي هو من الحلة فكيف صار رئيساً للوزراء عند الأتراك المتعصبين لقوة شخصيته ونفاذ كلمته وله سلطة اجتماعية كانت على الكثير من عشائر الفرات الأوسط هنا برز أحمد الأردبيلي الذي يقال له المقدس الأردبيلي بعد تصفية هذه الشخصيات برز المقدس الأردبيلي ونشر عنه الحكايات والحكايات ربما البعض منها فعلاً كان قد قام به مثل ما ينقل عن السيستان مثلاً أنه ما يأكل جيمار جابولاً جيمار وما أكل جيمار مع أن القيمر يأكله فقراء العراق وبسطاء العراق والقيمر في العراق القشطة القشطة العراقية قشطة حليب الجاموس قشطة حليب الجاموس نسميها في العراق بالقيمر إنه طعام شعبي يباع في الأسواق الشعبية أهل جميع يكلونه ما هو بطعام الأمراء ولا بطعام الوزراء لكنه أضحك على الذقون أو أنه لا يشرب عصير البرتقال مثلاً أو أنه يلبس صاياً يعني قباءاً منذ أربعين عاماً لم يبدله إلى غير ذلك من هذه الحكايات ربما مارسها لمرتين أمام الناس لأجل أن تنقل عنه وهذا الأمر يمكن أن صدر من المقدس الأردبيلي لكي تحكى عنه الحكايات مع الإضافات الكثيرة من الأكاذيب والترهات الحكاية هي الحكاية والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون ليس في زمان السستان فقط ولا في زمان المقدس الأردبيلي فقط إنما على طول كل الأزمنة في زمان كل مرجعية من المرجعيات الطوسية يتكرر هذا الموال تتكرر هذه الحكاية ترجمة نانسي قنقر